من قلب باخموت، ضربات صاروخية وقصف روسي تشهده المدينة القوات الروسية تستمر في محاولة بسط سيطرتها على الأراضي الأوكرانية أما في الجانب الآخر، هناك الجنود الأوكرانيون هؤلاء يستمرون في مقاومة الدب الروسي مدعومين من القوى الغربية بالأسلحة والعتاد محاولين استعادة السيطرة على أراضيهم وفي آخر التطورات التي تشهدها المنطقة قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي يركز ضرباته العسكرية في مدينة باخموت ومجموعة فاغنر تواصل القتال في مركز المدينة الوزارة أشارت إلى أن الطيران الروسي نفد 11 رحلة جوية في منطقة باخموت خلال هذا اليوم لدعم العمليات الهجومية أما القوات الأوكرانية فلا تزان محاصرة في الجزء الغربي من باخموت خلف خطوط السكك الحديدية وفي آخر تزان محاصرة في الجزء الغربي من باخموت